السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في قناة ناسر جيمارزون صراحة الله لا يوطرز يهودك يا فيل سبينسر وسارة بوند يعني نفسي صراحة أبعث إيميل قد الدنيا أحكي لفل سبينسر بدي حق المغادرة اللي أنا قدمتها اليوم وحق احتمال المخالفة اللي أكلتها وأنا عم بطارد بدي أحاول أوصل البيت عشان أحضر يعني حدث أو مؤتمر الأكس بوكس من مطوكيو للألعاب لعام 2024 زي ما بتعرفوا أنا مبارح شارككم بفيديو أول شي سامحوني صراحة عليه لأني حمستكم يمكن اتجاه مؤتمر توكيو للألعاب أو عرض الأكس بوكس من مؤتمر توكيو للألعاب لعام 2024 لأنه بناء على الصحافة تمورن من موقع The Verge اللي حكينا أنه عرض الأكس بوكس من مؤتمر توكيو للألعاب يعني إشي مستاهل أنه الواحد يحضره بس بكل أمانة أنا بحكي لكم إذا أنتم ما حضرتوا وما تركتوا شغلكم وعمالكم وحياتكم الشخصية فأنتم مبدئيا وفرتوا على حالكم تضيع 40 دقيقة من الشغلات اللي يعني رح أرجع أحكي نفس الحكي اللي حكيته في State of Play للبليستيشن أنه كان ممكن يعملوها في إيميل أو رسالة نصية أو رسالة واتساب أو شو ما كان يعني مبدئيا صراحة ما رح أدخل كتير في تفاصيل يعني نحكي حدث الأكس بوكس كاملا لأنه بالنهاية ما بدأ أرجع أضيع وقتكم كل الفكرة اللي صارت يعني بالنهاية بلخصة هي تأكيد أنه أكس بوكس بده يحاول يستقطب الجمهور الياباني بتوفير مزيد من الألعاب اليابانية على جهاز الأكس بوكس مشكلة جهاز الأكس بوكس بشكل عام أنه هو ضعيف يعني استقباله وجمهوره في اليابان واللي جزء منه أنت شايفين أنه ما في ألعاب اللي هي بنمط الألعاب اللي بيحبوه اليابانيين يعني نحكي ألعاب جي أر ب جي ورسوم الأنمي والشغلات هاي اللي بتميزوا فيها اليابانيين في ألعابهم بشكل أو بآخر فكل اللي صار في هذا الحدث هو تأكيد أكس بوكس أنه يا عمي إذا أنت ياباني وحابب أنك أنت يعني تلعب ألعابك بس أنه زهقان من بلاي ستيشن زهقان من نيتندو فجهاز الأكس بوكس موجود لإلك نوعا ما يعني مع أنهم أكدوا على أنك أنت ما فيه يعني فهدية مش بحاجة لجهاز الأكس بوكس عشان أنك أنت تلعب الألعاب لأنهم لمحوا برضو من ضمن الحكي وسارة بونت اللاطية العافية حاجات أنك أنت بتقدر أنك تستعمل الفاير ستيك هاي قطعة لشركة أمازون تشويكها بتلفزيونك وإذا عندك اشتراك Game Pass Ultimate بتقدر أنك أنت تلعب ألعابك مباشرة عن طريق البث السحابي أو الستريمينج بدون ما حتى يكون عندك جهاز أكس بوكس أو أي جهاز ألعاب بشكل أو بآخر فهم نوعا ما يعني عم بسوقوا إلى الجمهور الياباني أنه عم يتعال اشتري أو اشترك في خدمتنا اشترك في Game Pass مع أنه صراحة حسيت Game Pass ضعيف في الحدث يعني ما كنت بتخيل أنه أو ما شفت حتى فعليا المصطلح الأصاح العديد من الشغلات اللي بتأكد أنه عم يتعال اشترك في Game Pass في ألعاب كتير يابانية بالعكس يعني كمية والله ما عديتهم بس أنه بتخيل ممكن فوق العشرين لعبة من الألعاب اللي هي من شركات السويط الأصول يعني باستثناء واحدة أو تنتين هيك بس أنه ما تبقى بالنهاية كان هو فقط أنه يعني الجمهور الياباني Game Pass والإكس بوكس موجود لإلك من الشركات وأصول يابانية اللي طبعا تم عرضها في هذا الحدث يعني أكبر لعبة ممكن أحكيها صراحة كانت هي لعبة Metal Gear Solid Delta Snake Eater اللي هي طبعا بلشنا فيها الحدث يعني ما شفنا إش جديد فقط مقاطع جديدة معلومات عن القصة يعني هي نفسة نفسة كل الشغلات اللي احنا شفناها وشفنا صاحبنا فيل سبينسر برجع بأكدنا على الألعاب اللي رح تنزل خلال الفترة القادمة من سنة عشرين أربعة وعشرين بالإضافة للألعاب اللي هي الإكس بوكس الطرف الأول اللي رح تنزل في سنة عشرين خمسة وعشرين أكد على أنه لعبة Starfield في الDLC اللي جديد تبعها Shattered Space رح تكون تدعم اللغة اليابانية كاملة في الحكي والشاشة والسبتايتلز والشغلات يعني عم بمنهج اللعبة أنها تكون سهل اللي جمهور الياباني يعني يستقبلها بالإضافة أنه حتى لعبة انديانا جونز رح تكون كاملة في اللغة اليابانية وعرضونا مقطع تريلر انديانا جونز صار يحكي في الياباني بالنسبة لها إنه إشي غريب بس أكيد هضر حكي رح يبسط اللاعبين بس للأسف أنه أصلا اللعبة رح تنزل على بلاي ستيشن فمشان هيك حسيت أنه يعني أنت يا فيل سبينسر يعني عم بتحكي للجمهور الياباني أنه لعبتنا رح تكون مدعومة باللغة اليابانية بس أنه ليش يروح يشتري جهاز إكس بوكس عشان يلعبها بينما بيقدر يستنى فترة أشهر تنزل على بلاي ستيشن ويحصل على اللعبة في اللغة اليابانية فكنت بتخيل كانت ممكن الأفضل لو أنه ضلت لعبة انديانا جونز حصرية ويغروا اليابانيين أنك الآن تقدر تلعبها باللغة اليابانية بس أنك لازم يكون عندك إكس بوكس أو اشتراك جيمباز عساس أنك أنت تلعبها فحسيت نقطة الجذب هاي رح اختفت خصوصا في لعبة انديانا جونز على ستارفيرد ما أتوقع أصلا اليابانيين بحبوا نمط الألعاب الأر بي جي الغربية فمشانك ما رح تغريهم كتير بينما انديانا جونز هو شخصية سينمائية فمن أغلب الظن أنه رح تجذب الجمهور الياباني بس زي ما حكيت أنه نقطة أو معرفتهم أنه اللعبة رح تنزل على بلاي ستيشن رح يضعف أهمية أنه يعني لازم أنك أنت تشتري جهاز الإكس بوكس عشان أنك أنت تلعبها أو تشترك في الجيمباز عساس أنك أنت تحصل عليها يعني كان فيه collection ألعاب صراحة يا بنيت الأصول لفتت انتباهي هاي لعبة راكول باسم تانوكي بون سمر هاي من الألعاب اللي هيك جذبت انتباهي يعني أنا شخصيا بحب الألعاب هاي اللي فيها كنمط الرسوم الكرتونية البريئة يعني هاي ممكن بس للأسف إنها ما رح تنزل على الجيمباز يعني العديد صراحة من الألعاب اللي شفناها تم الكشف عنها هي رح تنزل على جهاز الإكس بوكس بس قلة نادرة منهم رح نشوفهم ينزلوا على الجيمباز في حتى لعبة Bleach Rebirth of Souls على ما أتوقع كسمها لعبة Hack and Slash أتوقع رح تضعنا بشخصية Bleach هذا مسلسل الأنمال ياباني في لعبها كجميل صراحة بتشبه لعبة Titanfall مع ناصر Survival اللي هي باسم Sunduality Echo of Ada برضو للأسف ما إلها نزول على الجيمباز في العديد من الألعاب اللي حتى معمولي لهم Remaster في لعبة اسمها Sokidon مش بتأكد بحكي اسمها صح برضو معمولي لها Remaster في لعبة جميلة صراحة لفتت انتباهي شخصيا بس من أغلب الظن إنه جمهورها يمكن يكونوا تنين أو تلاتة من العرب اللي هي لعبة اسمها All You Need Is Help اللي هي لعبة Tetris تعاونية هيك انت بتلعب بهدول الشخصيات اللي بدك تصير إنك انت تشكل يعني شكل التترس التقليدي عساس إنك انت تحلها وتحل الغازها وتتقدم في اللعبة ونزلت اليوم مباشرة على الجيمباز يعني هاي لعبة جميلة إذا بدك تلعبها مع العيلة مع الأهل مع الأصدقاء شو ما كان بتقدروا هيك تنطلقوا في لعبة تعاونية بس ما حكيت يمكن جمهورها رح يكون جدا ضعيف بس أنا شخصيا بسطت عليها شفنا حتى تريلر جديد لليعبة Slyther Head اللي برضو بتأكد لي إنه أنا شايف اللعبة متجهة إلى فشل ذريع المقاطع صراحة مليانة يعني بمعالم بتوضح إنه اللعبة صراحة الجيمبلاي فيها على مستوى جدا ضعيف يعني بكل أمانة أنا بحكي اللعبة صراحة المفروض إنه يأجلوها كمان سنة اللي هي المفروض كانه تنزل في سنة 20-25 على ما أتأكد مش بتأكد صراحة على ما أتوقع يعني بس إنه اللعبة يعني من الواضح لما تدققوا فيه الجيمبلاي دبعا رح تشوفوا إن القتال بطيء فيه كتير هيك تقطيع فيه حتى يعني فيه شغلات بتختفي بتبين في الصور يعني دققوا في الفيديو رح تشوفوا إن اللعبة يعني مبدئيا أنا مش حاسسها جاهزة إنها تنزل الفكرة العامة إنك إنت تتنقل ما بين الأجساد جميلة والتشوهات والوحوش هاي المخيفة صراحة يعني جدا جميلة صراحة القور اللي فيها والرعب الجسمي يعني الشغلات المخيفة من ناحية تقطيع الجسد والتشوهات يعني إشي عشرة على عشرة بس الجيمبلاي أنا مش متطمن كتير اتجاهها وما زلت مع كل تريلر لإلها بشوف إنه اللعبة متجهة إلى فشل أكيد بناحية الجيمبلاي لبما أنا ما بدي أدخل فيه تفاصيل كل لعبة شفناها لأنه بالنهاية صراحة من كتر تشابههم في نمط الجي أر بي جي يعني صراحة حسيت فيه لعيان بمعدتي من كتر ما شفت ألعاب جي أر بي جي بتشبه بعض يعني صراحة أنا سخصيا بحب ألعاب جي أر بي جي بكل أمانة بس إنه صراحة حسيت الزهد كمية الألعاب اللي كشفونا إياها يعني بالنهاية هذا الحدث إن صراحة رح يبسطك إذا أنت بتحب ألعاب جي أر بي جي إذا أنت بتحب هذا النمط إنت بالنسبة لإلك عرس وحفلة ويعني خلص الحياة عندك مية مية وكل شي سكر لوز وأمورك مزبوطة وما في يعني ما في داعي حتى أنك أنت تفكر تطلع على إشي تاني لأنه الجيم باس والإكس بوكس الآن صار كل ألعاب جي أر بي جي ممكن نحكيها موجودة عليه بس للأسف كل الأمال اللي أنا كنت بتأملها سواء كان من إنه نشوف مثلا الألعاب كوريفو ديوتي ينزلوا على الجيم باس لعبة مثلا بلاك ميث ووكنج بيعلنوا نزولها على الإكس بوكس أو حتى ألعاب فاينال فانتسي التانية صحيح لعبة فاينال فانتسي بيكسر ريماستر إيه لها جمهورها أنا ما بنكر أكيد يعني في ناس رح ينبسطوا عليها بس أنا كنت بتمنى مثلا نشوف إنه لعبة فاينال فانتسي سكستين أو سيفن إنه ممكن يحكوا إنه رح تنزل أو يعطونا فترة ما بدنا نحكي إنهم نزلوا الآن مثلا يحكوا إنه رح ينزلوا السنة الجاي يعني خصوصا إنه بالنهاية حكوا عن شركة سكوير اينكس بس للأسف ما كان فيه الشغلات هاي اللي زي ما حكيت إنه بالنهاية بتخلينا نحس إنه الإكس بوكس رح يكسر الدنيا مبارح فيه واحد من المتابعين علق وحكالي إنه إحنا صلنا من 2012 نستنى الإكس بوكس يكسر الدنيا وفعليا كلامه صح مهلمية للأسف يعني أنا ما بدي ألوم يعني الإكس بوكس صراحة لإنه يمكن هذا الحدث موجه للجمهور الياباني يعني ما حسيته وبدأي نحقق الأمان يمكن هاي الغلط علي لإن أنا رفعت أمالي يعني حطيت كتير أمال وبنات عليها وحلمة مبارح بالليل إنهم رح ينزلوا على الجيمباس ألعاب كبيرة كولف ديوتي مثلا عاب فاينل فانتسي بس إنه يعني بالنهاية الغلط زي ما حكيته غلط إن رفعت أمالي بس إنه فيه ناس أكيد انبسطوا على توفر كل هالكميات من ألعاب الجي أر بي جي على الجهاز الإكس بوكس فالآن بطل فيه حجة إنه تحكي مثلا الإكس بوكس ما عنده ألعاب يابانية فإذا أنت بتحب هذا النمط من الألعاب عندك ما شاء الله كولكشن هائل من الألعاب اللي رح تكون متوافرة على الإكس بوكس أو الجيمباس بشكل أو بآخر فالمهم أنا سامحوني إنه رفعت أمالكم بفيديو مبارح بس للأسف سنت الحياة يعني هذا اللي عنا وهذا اللي موجود إحنا الإكس بوكس يعني مبدئيا بدنا نتحمله بحسناته وسيئاته أنا بالنسبة لي قلبا وقالبا مع إكس بوكس ومنصة الإكس بوكس وبنستنى إن شاء الله اللحظة اللي يفرحونا ويبسطونا فيها ما تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة برضو ياريت حطولي في الكومنس إذا أنتم مبسوطين على العاب اللي رح تنزل أو تتوافر على الإكس بوكس أو الجيمباس وإذا كان عندكم بعض الانتقادات أو الآراء خلينا نسولف ونحكي في الكومنس أهلا وسهلا فيكم شاكل لقلكم مرة تانية للمشاهدة مشوفكم إن شاء الله فيديو محتوى تاني بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم